وينضم إلينا ضيفنا من تونس خليل رقيق الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد رقيق معنا في حصة مغاربية بداية تنك ما أسباب تكرار حوادث العنف الجسدي تحت قبة البرلمان حسب وجهة نظرك أهل المسائل هو في الحقيقة دعنا نتحدث بوضوح هذه سابع أو ثامن مرة يمارس فيها العنف ضد كتلة بعينها يعني إذا أردنا أن نميز لنا تحدث عن معارضة في مجملها والتي وقعت لها حادثة وحيدة مع التيار الديموقراطي عن طريقة إلاف الكهران هناك سبع أو ثمانية محاولات للعنف المادي المباشر وقعت ضد كتلة الحزب الدستوري الحر هذا يجب أن نضع عليه ألف سطر يعني ما قالته عبير موسي سابقا من أن هناك استهدافا ممنهجا لها ومن أن رفع الحماية الأمنية عنها من طرف الحكومة ومن طرف الغنوشي داخل المجلس يعني استباحتها لأطراف ميليشيوية ثبت اليوم أنها تهددها في حياتها أصلا إذن حوادث العنف البرلماني يجب أن نفهمها في سياق واضح وعام لماذا وقع هذا الحادث القذر والأليم في نفس الوقت والذي نبه ضمير العالم منذ يومين وقع في سياق في ثلاث أشياء تقريبا الشيء الأول حضور هؤلاء الشخصيات العنفية يعني أأتلاف الكرامة وما جاوره من شخصيات تسمى مستقلة في يوم تمرير الغنوشي الاتفاقية يريد من خلالها أن يمرر المال السياسي إلى تونس بعنوين استثمارية واتفاقية ثنائية ثانيا في سياق ظهرت فيه لجنة الدفاع عن الشاهدين شكري بالعيد ومحمد إبراهمي وأكدت فيه على وجود تواطئ مفضوح ومكشوف بين أطراف من القضاء وبين حركة النهضة بتهمة إخفاء أدلة وتمس وقاء وغض النظر عن نشاط إرهابي في تونس هذين الشيئان والحقيقة الأهم منهما ويجب أن نتحدث فيها بوضوح لماذا الغنوش الآن في هذه الحالة هي أن كل من ينظر إلى سبر الأراء وإلى جد والسبر الأراء في تونس سيرى أن حركة النهضة بدأت تضمحل جدا أمام نفوذ جديد لمعارضة جدية اسمها الحزب الدستوري الحر هذه الأشياء الثلاثة دفعت بالغنوشي إلى التعمية على الوقاية في البداية ندد بالعنف في كلام فتفاض عبر نطيقها الرسمي ثم أرسل شيكاية بعبير موسي حول ممارسة حقها بموجب الفصل 62 في ممارس مهامها النيابية وممارس المعارضة وغذى النظر عن الفصل 66 وهو حديث العنف التي وقعت والتي تلزم النيابة بالتعاهد التلقائي لوجود حالة التلبس الشخص الذي عنفها كل هذا مر مرور الكرام بمعنى هناك لعلك كنت تشير سيد الرقيق إلى مطالبة الغنوشي النيابة العمومية باستقدام القوة لفضل اعتصام الدستوري الحر داخل البرلمان إلى أين تتجه الأوضاع إذا ما تم فعلا استخدام أي قوة أو تلبية طلب الغنوشي هذا شيء غريب أعطيك معلومة الآن الآن كان تعبير موسي تتحدث عبر المباشر لجمهورها ولمناصرها وتقول أن الاستدعاء وصلها فعلا يعني كلام الغنوشي نفذ بسرعة قياسية من طرف النيابة العمومية واستدعت النيابة العمومية نائبا يقوم بمهامه لم يمارس العنف ويمنعها القانون من استدعائه بينما غذت النيابة العمومية الطرف عن الصحب إصمارة الذي مارس العنف المادي المباشر الملموس بمرأة ومسمع من العالم في شريط موثق كما وقع غذو الطرف سابقا عن راشد الخياري الذي هدد الأمن القومي واتهم رئيس الجمهورية بالخيانة ماذا نفهم من ذلك؟ سيد رقيق هل يجوز لكتلة برلمانية سواء الدستور الحر أو غيرها عمل اعتصام داخل البرلمان وتعطيل أعمال المجلس؟ هذا ما يقوله الغنوش لا يتعطي لأعمال المجلس الاعتصام متى يعطل متى يعطل اعتصام أعمال المجلس؟ عندما يكون مرفوقا بممارسة عنيفة أو صد بالقوة هذا الاعتصام لم يمنع من انعقاد الجلسة التي أرادها الغنوشي لذبح تونس ورهنية عند الأجانب لم يمنع من انعقاد مكتب المجلس وتدليس وثائقه ما هو وجه العنف في هذا الاعتصام؟ الذي يعتل فعلا الذي يعتل فعلا هو تلك الميليشيا التي استعملها الغنوشي لذرب معارضيه في البرلمان وخارج البرلمان نفس الميليشيا مارست العنف على أعوان أمن في حادثة شهيرة في مطار تونس قرطاج ما يسمى باعتلاف الكرامة وما يسمى بالعناصر المستقلة الدائرة في فلكه هي أدوات تنفيذية ميليشيوية في يد الغنوشي ليمارس بها الأطباق على الحكم في تونس وهذا الأمر بدأ واضحا الآن ليس أكثر من كلام رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية التي تحدثها بمناسبة تجهين وحدة بالمستشفى العسكري وقال أن حادثة العنف في البرلمان مبرمج لها منذ ثلاثة أيام ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك مخرجا وممثلين يعني أن هناك أشخاص يمارسون العنف بالإيجار لفائدة تيار سياسي وجد نفسه بين يوم وليلة في أحط قائمة استبيان الأراء وجد نفسه خارج اللعبة وإن مارس قوانين اللعبة فإنه سينهزم إذن ماذا سيمارس؟ العنف من جهة؟ التلاعب القانوني من جهة؟ التحيل على الساحة السياسية من جهة أخرى؟ البحث عن تحالفات ما لمحاصرة عبير موسي؟ البحث حتى عن وساطة لإعادة اللقاء مع رئيس الجمهورية من أجل ضرب عبير موسي؟ يعني الشخصية رقم واحد في المعارضة التونسية مستهدفة الآن ومهددة في حياتها وقد وجهت النداء في الحقيقة إلى كل العالم شكرا لك من تونس خليل إرقيق الكتب والمحل الأسياسية